ما إن يحاول شركاء العملية السياسية في العراق ترويج مفهوم الدولة والمؤسسات على الوضع الراهن حتى تطل الميليشيات برأسها وذراعها المتنفذ لتثبت المثبت وتزيد الواثق يقينا بأن العراق واقع تحت حكم ميليشيات صنف قادتها على قوائم الإرهاب ولأن الميليشيات امتهنت السياسة بعد أن استتبى الأمر لها فهي تستبق الانتخابات بقرار إعادة 30 ألف عنصر مفصول من ميليشي الحجد القوة الجامعة للميليشيات إذ أعلن رئيس هيئة ميليشي الحجد فالح الفياض إعادة آلاف العناصر المفسوخة عقودهم من ميليشي الحجد قبيل الانتخابات بشهر في خطوة لا تخلو من الترويج والتكسب الانتخابي وتظهر أيضا أن الكلمة الفصلة في العراق للميليشيات 30 ألفا عدد لطالما قالت الحكومة إنها لا تقدر على استيعاب ربعه من الخريجين في الوظائف الحكومية رافعة شعار التقشف والفقر في ظل أزمة اقتصادية خانقة تحيط بالعراق لكن التقشف يصبح ترفا إذا كان الأمر يخص أموال الميليشيات وبصرف النظر عن المعضلة الاقتصادية في القرار إلا أنه جاء وسط اتهامات للحجد باختطاف الدولة وهو الأخير يرفع من عديده وعدته ويوسع ترسانته العسكرية حتى بات على بعد خطوة واحدة من أن يعلن رديفا للحرس الثوري الإيراني لكن في العراق وهذا ما دعا إليه صراحة فالح الفياض في عدة مناسبات وإذ لا يمكن لأحد الاعتراض على أمر أقرته الميليشيات وأحزابها في البرلمان فإن بعض العراقيين كانوا يظنون أن يحاكم قادة الميليشيات على الانتهاكات التي ارتكبوها ضد المتظاهرين وسكان المحافظات المنكوبة لكنهم وجدوا العكس بمكافآتهم على صنيعهم بجعلهم القوة الأولى التي لا يرد لها قرار